مساكم الله بالخير طبعا تعرفون اشته والوقت يعني صعب واللي يأخذها قيلولا انه يطلع مرة ثانية فنتشرف بالموجودين بداية بسم الله الرحمن الرحيم يقيم معهد المحاما هذه المحاضرة بعنوان اخلاقيات المهنة وفقا لقانون المحاما ومثاق الشرف وحنا تشرفنا على مسرح جمعية المحامين اكثر من مرة نتكلم عن قانون المحاما ومثاق الشرف لكن قبل ندخل في صلب الموضوع في مقدمة دائما انا احب اني سام ابتدي فيها دائما اذا تكلمنا عن قانون المحاما ومثاق الشرف وجمعية المحامين وايد ناس يتساءلون شن يعني جمعية المحامين الكويتية شن يعني جمعيتنا في عام في عند الناس وايد لبس ان ممكن يقارنون جمعية المحامين بجيراننا جمعية الخريجين و جمعية الصحفين و جمعيات اخرى لازم تعرفون ان النشأة التاريخية اللي ييت قبل الدستور هي العقبة اللي احنا نعانيها ليومنا هذا بعد حوالي ستين عاما من اصدار دستور الف تسعمية و ثانين و ستين بداية قبل الدستور كان في حراك كان في ثقافة معينة موجودة في المجتمع وكان في بروز شخصي للحركات السياسية التنظيمية و بروز شخصي للحركات العمالية النفطية و نوادي هذه النوادي كانوا يسمونها نادي الخريجين نادي الاستقلال نادي الثقافي نادي مش عارف ايش حوالي ست سبع نوادي مع الموجة الناصرية و ايام جمال عبد الناصر و الحركة هذه عدم الانحياز و الحركة الشيوعية و الحركة الثقافية اللي ممتدة من العالم اجمع برزت هذه النوادي تاخذ منحة داخل الكويت قبل ولادة الدستور و احنا تحملنا هذه السيئة كمحامين انا ما اتكلم كسياسة كمحامين احنا تحملنا هذه السيئة ليوم الفين و ثلاثة و عشرين قاعد نتحمل هذه العقبة ليش لان الدول الاخرى يتفاخرون جمهورية مصر العربية ان اول نقابة في العالم في العربي نقابة مصر للمحامين اعضاءها يوصلون حوالي خمسمائة الف عندهم نقابات على مستوى الجمهورية مصر العربية انزين ليش احنا ما عندنا نقابة لان بداية الغلطة قانون اربع و عشرين على الف وتسعين و ستين و ستين اللي هو قانون جمعيات النفع العام وعرفها الدكتور فلا حمديرس في عنده كتيبات موجودة اي واحد يروح المكتبة مكتبة العجيري الله يرحمه العم صالح العجيري يلاقيها الكتيبات فيها تاريخ الكويت كله منها تاريخ الاندية الثقافية قبل الدستور و ليش سموا جمعيتنا في العام اللي هي جمعية تسعى للوصول الى اهداف سلطوية لكن لا تصل للسلطة ولا تدخل الانتخابات عامة مجرد عندها اهداف عامة لمصالح جماعاتها من ضمنها جمعية الخريجين جمعية الصحفيين جمعية اه الاصلاح جمعيات دعوية خيرية جمعات دعوية دينية فحطهم كلهم في قانون واحد 24 1962 والتزم نحن فيه في تأسيس جمعية المحامين 1963 بيات العقبة الثانية قانون 68 على 1964 اللي هو قانون العمل الاهلي وحط بعض الميزات حق النقابات العمالية وعدوا له في قانون 6 2010 وقالوا ان النقابات المهنية ترجع وفقا لاتفاقية 1987 وحطوه وين بالمذكرة الإضاحية وإحنا محامين نعرف اذا ما في النص صريح ما نقدر نستند له ما نقدر روح حق وزير شون نقول حولنا نقابة وهذا اللي حصل في 2012 عندنا هنا طبعا مع اختلافنا عن توجه المجالس لدارة المختلفة احنا فرحنا انه كان اسمنا نقابة المحامين لكن نقابة عمالية وسقطت بقوة القانون عن طريق المحكمة لأنها لا تشكل ذرة من عملنا المهني هذه التخريجة كلها لما اي 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 اشوف واحد يعني معلش يتفلسف ويقول كلكم جمعيتنا في عام كلكم شخطة قلم تروحون بس احنا مجتمع مهني حتى لو شخط الوزير الشؤون احنا مجتمع مهني موجود احنا محتاجين بس ارادة سياسية اطلع طانوننا اللي محكور صالها 12 سنة بالاروقة المجلس الأمة ولما طلع 2019 ويا انه رئيس مجلس الأمة يبارك لنا هني وقالت الحكومة لا يرد واللي عنده شيء يروح محكمة دستورية في غنظة عين صارت بعض الأمور وردت الحكومة وليومنا معلق من 2018 ما فيه اي صيغة او صياغة او قانون او اقتراح الا اقتراح مجلس الادارة كان قبل 2018 فيه مجموعة اقتراحات من ضمنها احنا حاولنا نقدم قلنا مجالس اخرى حاولت تتقدم كان فيه رؤية ودخلت اللجنة التشريعية 17 محامي وقانوني في مجلس 2020 اللي فات ما قدرنا نحصل على قانوننا بس ما مجرد انه اعادة عرض مداولتين شل اللي حصل بقانون محامة قبل اندشفي موضوعنا وادبياتنا ما حد تكلم لا اقتراحنا ولا اقتراح مجالس المسابقة ولا اقتراح جمعية المحامين عن دخول ديكاترا وخروج ديكاترا نائب تكلم قال انا بس شيل ديكاترا وحطهم بر المهنة او حط لهم قيد بروحهم او قير وضعهم والثاني قال بشيل خرجين الشريعة لا جمعية المحامين لها ذنب ولا مجالس لدارة لهم ذنب ولا لجنة تشريعية لها ذنب وهذا الاساس وراح وقابله القيادة السياسية وسمعت كلامه وردت القانون بس مجرد عرضة رئيس اللجنة التشريعية السابق انه يعيد عرضة في مجلس 2020 ومجلس هذا بل مفروض 2020 لانا كان مقار في 2019 الحين وضع المجلس والحكومة واللي قاعد تشوفونا هل احنا لنذن فيه كمحامين ما لنذن فيه نهائيا كمجتمع مهني وجمعية محامين اللي قاعد يحصل بين المجلس والحكومة ما لنذن فيه ازا ليش موضوعنا من معطل لان ما فيه تعاون ما فيه استقرار سياسي وتخيلوا قانوننا 1964 وتعدل 1996 من 1996 من 96 ما تعدل فيه شي شنو عندنا احنا شنو نملك فيه قانون 62 على 1996 ما عندنا حصانة اجرائية واضحة عندنا مادة داعش مكررة تتكلم بكل بساطة انه اذا تعرض المحامي بمناسبة عمله او بسببها ممكن انه لا يجب اختار جمعية المحاميين رئيس جمعية المحاميين لير هالشي ما فيه فبالتالي مع اعداد المحاميين القيد حوالي وصل عشتالاف الفعلي يمكن ستالاف وشي والمكاتب المحاميين ما شاء الله قاد توصل الفوق الفين وشي يمكن وصلت مع هذي الاعداد كلها وتشوف نحترم احنا المشرع المصري والفرنسي لان فيه بينهم تسابق انا قبل شهرين ثلاثة شهر بدأ معرض الكتاب بالصدفة لقيت بعض الكتب اللي تتعلم في قانون محاما وانصدمت لقيت كتاب يتكلم 650 صفحة فقط عن استقلالية المهنة والمحاما وهذا اول مرة اشوف هالكتاب متخصص بهالطريقة هذه ليش هما عندهم المشرع قاعد يتخير ليش المادة في دستور مصر اليديد 2014 تتكلم عن استقلالية المهنة ما كانت موجودة من قبل ليش المشرع الفرنسي حاطف مواد في قانون اجراءات عنده واضحة تتكلم عن الحصانة الاجرائية هذا ترقع تتكلم فقط عن الحصانة الاجرائية وما وصلوا لمرحلة اكبر من شديد الحصانة الموضوعية وشنو الفرق الحصانة الاجرائية معناتها انت في موقف مهني معين يا اما امام القضاء او في جلسات محكمة او في ادارات تتعلق بسير العدالة فبالتالي عندك حصانة اجرائية معينة تقيك شر الاخرين لكن الحصانة الموضوعية انه حتى لو تتعرض الى سب او قذف او اهانة يجب معاملتك معاملة اعضاء مجلس القضاء واحنا ما عندنا هذا كل هذا كلام كله في المشرع المصري والفرنسي تخيلوا المشرع الليبي موجود له حتى النص جدا جميل والسوداني عنده في الدستور نص جدا جميل الا الكويت الا الكويت بلد الحريات وبلد الاستقلالية وبلد السياسة وبلد التنظيمات السياسية قاعد يعطون قوانين بشخطة قلم 500 مادة مداولتين قاعد تطلع وانتو عارفين شو نقصد ومواد ثانية قوانين مثل تتعلق بالصحة النفسية بالطب النفسي تتعلق باشياء مهنية اخرى موادهم فوق 100 و 150 مادة وقاعد تطلع مداولة مداولتين وتقر وتنشر في الجريدة الرسمية احنا شنو عدلنا ترى احنا مع هذا الموجود للحراك القانوني اللي كان قدمه مجالس لدارة المختلفة من 2010 لما وصلنا 2018 لصياقة عامة الكل اجمع عليها ما يتعدى الا 20-25 مادة وللحين مطالع فبالتالي في شيء في معاملة من السلطة ومن المجلس والحكومة يعني قاعد ينشفون ريج المحامين عندنا اثنائش محكمة جمعية المحامين تتكلم عن محاكم الاسرة اللي هي شقق عقودها وقعت بطريقة يعني غير مهنية لالحين يعانون من خروج قانون المحاكم الاسرة 2015 عندنا زين تعالوا رجعوها مرة ثانية حين عندكم قصر عدل يديد يماطلون مجلس الادارة كتابونا وكتابكم زين ليش الفروانية الاسرة موجودة داخل المحكمة ليش العاصمة بروحها ليش المهبولة والاسرة السلابيخات بروحها انا اعطيكم بس مثال على محاكم الاسرة كان عندنا قضية عشان نقول لكم شون الاختصاص واللعب فيه لما اطلع الاختصاص ان يكون محاكم الاسرة عندنا قضية قبل صدور محاكم الاسرة وانتهت في محكمة الاحمدي وارفعوها المعنيين مرة ثانية بعد صدور قانون محكمة الاسرة وراحت محكمة صباح السالم احالها لعدم الاختصاص اللي حولي وردها مرة ثانية للاحمدي هذا منه 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 اللي قاعد يدفع ثمنها مو المحامي مو الموكلين نفسهم قاعد يدفعون هالثمن اللعب بالمصير المهنة كلها عايشة على انك تخلي الموكل ياخذ احكامه بطريقة سلسة ومرتاح الموكلين ما قاموا حتى يعني مو نفس طبعا يختلف يعني قاموا يناقشونك باشياء يعتقدون ان المحامي هو يملكها او ان جمعية محامينا مقصرة او عندها يعني عصة سحرية وتقدر تعدل في نظام سير العدالة من المحرج ان اليوم نوصل زملائنا وزميلاتنا في المملكة العربية السعودية قاعدين في البيت ايام الكورونا ويحضرون مداولاتهم وهم في البيت اونلاين واحنا نتناجر عندك ترخيص عندك هوية عندك ترخيص من زارة الداخلية تروح ولا كذا يقبضون عليك ولا ما يقبضون عليك هذا كلها فرشة يعني بس اني انا حبيت ان المسألة ما هي قانون المحامة المسألة ما هي ادبيات ونصوص وبنود مثاق الشرف احنا كجماعة مهنية سواء كنا خمسة عشرة الف خمستالاف اشتالاف العدد معيب هاي سنة الحياة مدام ان احنا نلتف حوالين مصير المهنة وشنو ودنا ان نرفع من مستوى مكاتب المحامات الحمدلله عندنا الحين عندنا قرار وزاري يتكلم عن الشركات المهنية لكن ليه الحين بعده يحبي على قولتهم ما ندري شنو مردودة ما شفنا يعني الشركات المهنية قاعد تطلع عندنا تقول والله فعلا اختلف علينا الوضع طبعا فيها جزعتين الشركة المهنية ان ما تخالف قانون محامة وميثاق الشرف وان فيها توريث للاحد الشركاء لكن بشرط ان الشركة المهنية ما تفتح اذا كانت باسم افلان ما تفتح مرة ثانية حالة حال مكتب محامة قانون محامة يمنع انك تفتح اكثر من مكتب طالما قيدك موجود او مقرك موجود في مكان واحد نيحة جزئية وايد مهمة النظام الاساسي تقول لنا مثال الشرف تكلمنا عرفنا تقول لنا قانون محامة عرفنا شنو قصدك بالنظام الاساسي النظام الاساسي هو اللي يفرق بيننا وبين الجمعيات النفع العام كل جمعيات النفع عام في عندها نظام اساسي مقر من جمعياتها العمومية فبالتالي مجلس الادارة اليوم جمعيات المحامين جزاهم الله خير حتى لما نفتح هذه الندوة قلنا بها تكون واصعة بدون تحديد حق حديثين القيد ولا اعمال نظيرة وفي اسبوع الياي محامة راح يبلش يوم خمسة اثنين راح يبلش مرة ثانية ان شاء الله محاضرات حق حديثين القيد النظام الاساسي هو مقر من الجمعية العمومية الاولى لجمعيات المحامين ومشهر عن طريق وزارة الشيون وفي يعني في لوائح او في قرارات يعني مثل قانون محامات لكن لان احنا مهنيين وجمعية المحامين عندها ما شاء الله قانون محامات واضح نص المادة خمسة ثلاثين والمسؤولية التأديبية والمهنية ما قاعد يلجأ جمعية المحامين ما قاعد تلجأ حق النظام الاساسي لكن في مادة اربعة عشر موجودة اي عضو عامل في جمعية المحامين يصدر منه سلوك او شغب او مخالف الاهداف الجمعية تستطيع ان تفصله لكن ما شاء الله مجلس ادارتنا على مدار من 1963 يتعامل مع الزمل والزميلات بانهم جزء لا يتجزأ من هذه المنظومة الا بالشيء الصريح شكاوي ضد محامين شكاوي في مور معينة فهم ما شاء الله مجلس ادارتنا يتعامل مع ميثاق الشرف بنفس وايد يعني ما يحاول ان يسلط عليهم انه نقدر نشطبك نقدر نفصلك فاحنا انا سمعت قبل فترة يدزلي واحد رابط قبل اسبوع يقول انه خير يا طير انت جمعية المحامين اشتاب تسويلي يعني عندك شي يروح المحكمة القاضي يشطبني تلها مو صحيح مو صحيح القاضي عشان توصل له ويشطبك او يصدر فيك عقوبة لازم تأتي عن طريق المادة 36 و المادة 36 من قانون المحامين واضحة انه الدعوة التأديبية ابتداء اما من النيابة العامة او رئيس المحكمة او 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 وجمعية المحامين جمعية المحامين توازي النيابة العامة في الدعوة التأديبية فبالتالي عشان توصل مجلس التأديب لابد ان يكون في مذكرة من جمعية المحامين وان كانت العكس حصل انه واحد اشتكى راح النائب العام لابد ان يخطرون جمعية المحامين انه حصل كذا كذا وتصدر مذكرة عندنا هني مستشارين مختصين في مسائل شكاب المحامين انزين هذه مسألة النظام الاساسي وهذه الفرشة كلها انه عندنا قانون المحامة ومثاق الشرف والنظام الاساسي ندخل في استقلالية المهنة استقلالية المهنة اليوم ضمانة ليست شخصية اذا تحصلت هناك استقلالية للمهنة كاملة بنقابة بجمعية مهنية فهي تعود على اعضائها بالاجماع وليس بالفرد يعني مو كل واحد عنده حصانة ويتقزل انه انا والله جمعيتنا مستقلة وكذا وعندنا استقلالية مهنة وكذا ويتصرف خارج الجموع لا استقلالية المهنة معناتها عندك ضمانة ضمانة مهنية ضمانة ان انت اذا تعرضت الى اي خطر او سوء او سوء معاملة امام المحاكم فجمعية المحامين تدافع عنك وعلى فكرة هذا معلومة يمكن بعض الزملاء يعرفونها والزملاءنا الجدد ان شاء الله مجلس يدار اسبوعين يلهم تليفون يطلعون ما حد يدري عنهم يروح مخفر يروح نيابه ويدش يدافع عن زميل او عن زميلة او مشكلة ويحلها ولا حد عرف عنها هذا يطلع من بيته هاد عياله وهاد مكتبه وهاد شقله بس عشان يدافع عن زميلة لا هو ماخذ منها اتعاب لا هو شريكه اياه في المكتب لا هو كده هذه بس ضريبة العمل النقابي وهذا مشكلتنا هنا في المجتمع الكويتي ما يفرقون بين العمل النقابي والعمل المهني العمل النقابي اللي هو قاعد تقوم عليه مجلس ادارة جمعية المحامين بالخدمات اللي قاعد تقدمها بالامكانيات اللي قاعد تسهل فيها حق المحامين ما شاء الله اليوم عندنا مقر جمعية المحامين في مجمع حكومة مول مصقر عندنا وزارة الخارجية عندنا وزارة العدل عندنا الوطاقة المدنية عندنا الشؤون كل هذه العمليات ما تحصل إلا خدمات من جمعية المحامين انزين خلنا ندخل في أدبيات ميثاق الشرف شنو عندنا مشكلة بأدبيات ميثاق الشرف المادة الأولى المادة الأولى جدا بسيطة يعني وأنا ما نعارف إذا أنت ملتزم في أي علاقة عمل في عقد عمل في شراكة في أي مكان لو حتى قاعد توقع عقد أتعاب فبالتالي في طرف أول وفي طرف ثاني فأنت عندك التزامات ولك واجبات ولك حقوق إذا أنت أديت واجباتك والتزامت غيرك رح يؤدي كذلك واجباتك وفي حقوق فمثاق الشرف هو التزامات وحقوق أول التزام لك أنت أقسمت قسم المحامة قسم المحامة معناته آخر فقرة في قسم المحامة أن أحترم تقاليد القوانين المهنة وتقاليدها فبالتالي أنت من دخولك المهنة أنت عارف أن هذا القسم أنت ملتزم فيه فما لا داعي تنكره بعد سنة ولا سنتين ولا عشر سنين مدام أنت في المهنة ملتزم بهذه الأدبيات هذه الأدبيات 2018 تم قرار مثاق المهنة اليديد رواد المحامين الجيل اللي قبلنا ما قصروا كانوا حاطين ميثاق الشرف بس كان محدود والصياقة شوي ما كانت عامة مجلس الدارة في 2018 وقر هذا الميثاق وحين فيه طبعة يديدة إن شاء الله باتشل عقبة تخلص فيه تعديل عليه بنود دعاية وترويج 2021 وزاهم الله خير مجلس الدارة استعجله حتى في طباعته خلال الأسبوعين اللي فاتح القصد مني اليوم أنت شنو المادة الأولى تقول طبعا بعد المقدمة ما تر جمعية المحامين عند اقرار هذا الميثاق من قبل الجمعية العمومية لجمعية المحامين الكويتية تصبح أحكاما ملزما لجميع أعضائها الحاليين ولمن ينظم إلى عضويتها مستقبلا من المحامين والمحاميات ويعتبر تقديم طلب الانضمام لعضوية الجمعية موافقة من المتقدم على أحكام هذا الميثاق واعتناقا وجدانيا لقواعده والتزاما كاملا به في سلوكه وتصرفاته وعلاقاته مقسما على تنفيذه ومحافظا عليه أنا اللي محيرني كل واحد يناقشني يقول لي شنو إلزامية ميثاق الشرف وصار عند حتى بعض عظام مجلس إدارة هاجس انه هل نروح المحكمة نرفع قضايا على فلان خالف ولا نقدم مذكرة لمجلس التأديب وكذا المادة واضحة انت قسمت قسم المحامات وقسم محامات واضح ان احافظ على قوانين المهنة وتقاليدها وهذا قسم اخر اقرلك يا في مثاق الشرف مثاق الشرف اربع فصول خمس فصول كلها فلسفة اخلاقية موجودة في اي مجتمع مهني اي واحد سوي سيرج يكتب فلسفة الاخلاق من وين يتفلسفة الاخلاق فلسفة واي يتكلموا عن الاخلاق ناس يربطونها بالدين ناس يربطونها بالفلسفة القدامة ناس يربطونها بروما ناس يربطونها باثينة الاتيقة فلسفة كلها فلسفة نحن نتكلم عن مجتمع خاص فينا ستة الاف او سبع تلاف محامي لا يمكن ان يكون هذا التعاون وهذا التعاون بيننا وبين زملائنا الا بالاحترام بالمودة والتعاون والتآذر هذه كلها شون يصير لازم يكون فيه ادبيات هذه الادبيات يضعها من؟ يضعها ميثاق الشرف من السلطة المخولة ان تضع هذا ميثاق؟ الجمعية العمومية فبالتالي قانون المحامة يصدر من اللجنة التشريعية بعدين يقارب في مجلس الامة لكن الجمعية العمومية لجمعية المحامين هي اعلى سلطة في غيبة الانتخابات هذا معروف الجمعية العمومية في اي مكان شركة نقابة جمعية ان الجمعية العمومية هي اعلى سلطة وقراراتها ملزمة فبالتالي من يرى عكس ذلك لماذا لا يتقدم الى الجمعية العمومية ويبطل هذا الميثاق بكبرى عندنا بعض الناس نسميهم يعني مزعجين شوية يابون يسوون حركات يابون يسوون فكاهة يابون يخرجون المحامي بطريقة يعني غير لابقة وانا طبعا توصل لبعض الفيديوهات فاستغرب انت بسم الله الرحمن رح يمتوك محامي ما صالك سنة اولا سنتين انسا اش خليت حق اللي يصال لعشرين سنة اش خليت حق اللي الرعيل الاول اللي يطول عمره اللي يصال لهم ستين سبعين سنة محامين لا عمره أطلع بطريقة يعني فيها دعاية ولا امره أطلع فيها تلفزيون ولا عمره أطلع فيها يعني يعنى ما حاجة一個 تطلع بالتلفزيون ما حاجة يمنعك تطلع بالإذاعة اطلع كل يوم اطلع كل يوم هقلبو علي اطلع كل يوم بالتلفزيون للإذاع اشتررة شرط بسيط انك تحترم تقاليد المهنة لاحق على ووضع التلفزيون وضع الهاتف طبعا احنا تكلمنا مقدمة طويلة المهم يا انا حق هالنقاش هذا سابب لنا شوية يعني مع مجلس دارة زاهم الله خير يعني تحملوا نقدنا وتحملوننا يعني فوجدنا ان الالتزام بالمبدأ ابرك ان انت تفتح البواب ان كنت تقول لا والله اشيل هذا البند هذا وخليها مفتوحة اذا احنا مع هذا الفضاء لمواقع التواصل المفتوح مو قادرين نلحق لابد ان في شيء عدبيا الواحد يرجع له وهنا صراحة لما كنا محامين تحت التمرين الف ما كنا نشوف هذه التصرفات الشاذة يعني وكنا نشوف صاحب المكتب شن يسوي نسوي مثله لا قرأينا ورقة ولا قرأينا مثاق ولا يعني قلنا هذا قانون وكذا كان صاحب المكتب وهو يدير العملية ونشوف سلوكه في المحكمة ونشوف سلوكه وهو لابس الروب ونشوف سلوكه وهو يترافع ونشوف ادبياته مع زملاء في استراحة المحامين من هنا هذه التواتر اخذنا هذه الامور لكن حين مع العدد للشبير وترا كان في مقترح قبل ما وصل الحمدلله كانوا في ناس يابون خلون المهنة مغلقة نهائيا انه ما يزيد عددها انه العيب بالعدد وانا قلت لكم قبل شوي العيب مو بالعدد العيب بالوعي والثقافة خيسر المحامين عشر تالاف مو مشكلة مدام انت قاعد انت قاعد توسع عمليات الوعي والثقافة وقبل عشر سنين ما عندنا ما احد محاما ما احد محاما اليوم قاعد يقدم خدمة ثقافية توعاوية مو بس حق الجيل اليديد انا توني بعدها حتى الوزارات باحثين قانونيين قاعد يخلون جرعة من هذه الامور الثقافية وقاعد يتخصصون انا قبل سنة ونص كان في برنامج المساعد القانوني وانا ببلشت اول محاضرة هم كذلك عن المثاق الشرف انبهرت من الحضور المساعد قانوني طبعا اللي ما قدمه او العرفه اللي هو راح يكون عنده دبلون قانوني ويقدر يصير موظف في مكتب محاما لكن ما لحق انه يترافع او كذا يعني وهذا كله كله من خدمات المعهد محاما وعلى فكرة النص اللي موجود حق المعهد محاما في قانون الجديد انه بس مجرد اشهار لهذا العمل العشر السنوات واحنا قاعد ننتظر اصدار قانون المحاما اليديد لانه بلا استقلالية بلا قانون المحاما بلا تنظيم مواد جديدة حتى الاتعاب اتعاب لفينة لفة طويلة وصلت المحكمة الدستورية لما حطينا النص الحين اللي موجود ان الاتعاب لها حق امتياز وانه فيها شرط التحكيم وكذا وكذلك حتى ان ما شاء الله قبل يومين افتتحوا مجلس ادارة التحكيم عند بعد كل هالخدمات هذه تقول انه انت بس مجرد ان هذه الخدمات عشان تستفيد منها مطلب منك شي واحد انك تلتزم باللي قاعد يسويه لغيرك يعني اذا فيه الف محامين ملتزم وما قاعد يطلع عن طور او اخلاقيات لا تشط عنهم ولا تعادي جمعية المحامين انا ما شفت واحد راح رفع دعوة اين كان سبب انتخابي او غير انتخابي وعادة جمعية المحامين ظل موجود في الصورة العامة لان انت ما قاعد عادي رئيس مجلس ادارة ولا قاعد عادي عضو مجلس ادارة قاعد عادي الكيان هذا كله فاحترامك للكيان احترامك لجماعة المهنية احترامك للمجتمع المهني متطلب منك بس ان انت تحترمك قسم اللي قسمته وهذه الادبيات طبعا فيه ادبيات اخرى تتعلق بالقضاء اشلون تكون لابس الروب لازم تتلبس الروب بطريقة محترمة اشلون تتعامل مع القضاء ما تحاول ان انت اذا شفت الهيئة القضائية عندها ضغط وكذا وخرجت شوي يعني فيها عصبي ما تناجر الهيئة القضائية لان عندنا قصور تشريعي ما عندنا ناص يحمينا من جرائم الجلسات والتعارفين الحادث اللي حصلت قبل ثلاث سنوات حق زمينا وعضو مجلسة دارة هنا ما عندنا ناص يحمينا من جرائم الجلسات مقارنتهم بالمشرع المصري والمشرع الفرنسي جرائم الجلسات شنو تقول ان اي واحد يخل بالجلسة يحق للقاضي ان يرفع فيه مذكرة فورا او يأمر بخروجه فورا او بحبسه فورا فبالتالي سلطة مطلقة للقضاء ويساوى بين الخصوم المدعي والمدعي عليه مع اي اخر واحنا الاخر المحامين ما عندنا حصانة اثناء الجلسات كلها تعامل لان احنا نحترم نفسنا ونحترم الهيئة القضائية فماشي على البركة ما عندنا موجود النص الحين في القانون اليديد وعلى فكرة ان شالت الفقرة هذي بين هالمايتين اللي غلصتلكوا شالوا فقرة نظام الجلسة وردوها الحين مرة ثانية مجلس الدارة المعاناة اللي قاعد نعانيها على عشرين مادة فقط عشرين مادة ما احنا قادرين ناخذ حقنا فيها وغيرنا قاعد يقر 500 مادة الشي ثاني شنو معنات الحصانة مرة ثانية الاجرائية والموضوعية وحصانة الجلسات اتعامل المحامة يوميا في المحاكم واروقت الجهات الادارية اللي تتعلق بسير العدالة منها التحقيقات المخافر الجهات الحكومية اللي فيها شق متطلب مثل توثيقات والاقيرة وزارة العدل الخبراء كل هذه الجهات هذه الوطن العربي يتمتع بنصوص تحميه حتى في ضد اي واحد يتقول لك قول او ينسب لك زور كلمة او واقعة يحميك في الوطن العربي كل بند موجود في مشرع المصري والفرنسي واللبناني والليبي والسوداني واحنا في الكويت ما عندنا حتى الا نص واحد مادة 11 مكرر في حال تعرضه بمناسبة عمله او بسبهه عاجز باللغة ترى هذا هم نص عاجز يعني اساتذة اللغة رح يعرفون ان هذا يعني تيش بريش ماكو حماية فيه واقعية بهالنص هذا الاستقلالية المهنة واستقلالية المحامة واستقلالية المحامي وحصارة المحامي كل هذه الجمل هذه لسيقه بالمهنة وشخصية المحامي المهني اي شي شخصي ما حد يراقبك ما حد يراقبك شنو قاعد تسوي بحياتك الخاصة بشرط واحد انك عاد يعني ما يكون عندك مظهر من المظاهر المجتمعية اللي فيها يعني قولا او فعلا يسمونه بالقضاء يعني سيء السمعة وكذا لكن ما حد يراقبك حياتك الخاصة تملك بس نبيك اثناء المهنة انك تلتزم بهذه الادبيات فعندنا فصل مرة ثانية يتعلق بالزملاء والزميلات علاقتك فيهم بالقضاء علاقتك بجمعية المحامين وبنود الدعاية والترويج مرة ثانية نركز عليها نقول حق البند اللي احنا عدلناه 2021 قلنا شفنا الناس قاعد تلعب يروح الاذاعة والتلفزيون ويقدم فلوس تحت الطاولة ويطلع يقولك توعية قانونية وانا محامي وانا بعطيكم معلومة قانونية وحاط الهاتف على الهواء وتحت الهواء وقاعد يصير مكتب ثاني مكتب ثاني عنده مكتب محاماء وعنده مكتب على الهواء قاعد يستقطب موكلين وفيه ستة الاف محامي ما قاعد يحصل حتين اتصال واحد باليوم بعض الزملاء يستعيلون بافتتاح المكتب اللي هو باء وجيم وما عنده هذا يفتح مكتب معارف شن الوقت يقعد شهر كامل مردش عليه قضية وهذا قاعد على الهواء ويستقض هذا مدام دفع بطريق مباشر او غير مباشر بعقد بصورة ايا كانت واضح النص اذا انت اعلنت الهاتف او بيانات المكتب او تعاقت بسلوب مباشر او غير مباشر بقصد الاعلان التجاري بقصد الاعلان التجاري انتهت شو الفرق بين المعلن والمخالف وبين شكاوي المحامين شكاوي المحامين فيها علاقة اما موكل ومحامي محامي وموكل محامي ومحامي اخر محامي وجمعية في طرف اخر في طرف اخر ممكن يكون فيها مذكرة فيها شكوى فيها تقديم ايا كان شنو المستند اللي بينهم عقد محاما عقد اتعاب تأخير عدم حضور جلسة توفيت معايد توفيت معايد طعن الا الاعلان التجاري انت الطرف الوحيد اللي موجود في هذه المشكلة ما في احد معاك انت اللي رحت اعلنت فبالتالي ثبتت عليك المخالفة وهذا انا قاعد ارد على بعض الامور اللي يسئلوني شلون انت تقول هذا مخالف وهذا غير مخالف لان انت اتجهت بيراتك البروحك انت واعلنت عن نفسك زين يقولولي عن مواقع التواصل شفيها مواقع التواصل بس موحلك انك تحط بياناتك انا حط رقمي وهاتفي في البروفايل الدش تلاقي بروفايل اسمي محامي مجموعة كذا رقمي لكن ما استخدم هذا الهاتف ولا البيانات بالتكرار كل شوي حصلت على حكم شوفوني حصلت على حكم رحمك الله حصلت على حكم شوفوني هذا رقمي حصلت على كذا هذا رقمي فصارت وبالاسف الخدمات الاخبارية ماخذين مني موقف لو انها يقارنون ما لا علاقة بالخدمات الاخبارية الخدمات الاخبارية ساهمت ان تقدم حق المحامين هذه نوعية الخدمات اللي تعال انا حط رقمك فلان حصل على حكم حط رقمك والادهى والامر في مخالفات اكبر من جديد ومجلس القضاء ساكت ما يجوز انك تعلن انك كسبت حكم وتقول القاضي الفلاني استجاب لي ما يصير يعني انت حين فوق انك انت قاعد تعلن فوق انك قاعد تخالف قاعد تتكلم عن اسامي قضاة وعلاقتنا مع القضاء علاقتها فيها يعني مسافة لا احنا ندخل في سلطتهم ولا هما يدخلون في سلطتنا فما يجوز انك تعلن عن اي حكم وتقول هذا فلان القاضي الفلاني كأن انك توجه رسالة مبطنة ان انا ترى هذا القاضي استجاب لي انا استجاب لي حكمي انا مواقع التواصلة بي لها شغل وايد شبير ولجنة احكام تطبيق الميثاق هنا بالجمعية بلشت شغل وقاعد تزون انذارات مملحقين وعندهم كم هائل من المخالفات اللي توصل لهم لكن المطلوب من الجيل اللي ديد ومن المرحامين اللي عندهم رغبة ان يعلنون عن نفسهم اعلن عن نفسك بجهدك حصلت على حكم استئناف نهائي اعلن عنه قول انا حصلت على حكم استئناف حصلت على سابقة قضائية قول انا حصلت على سابقة قضائية ما لداعي البهرجة ما لداعي اللوغو بيانات المكتب خلاص انت حاط بياناتك بالبروفايل عارفين الناس تابعك صالة سنين عارفة وين مكانك سواء ايا كان الموقع تويتر ولا انستجرام وكذا ما لداعي هالتكرار وفيه تفاوت طبعا بين الدعاية والترويد بالاذاعة والتلفزون بين المواقع التواصل للمواقع التواصل هم قاعد يدفعون من نفسهم الزمله يعني سبونسر او شي بسيط اما هذولك بالالاف الاذاعة والتلفزون فلابد ان احنا عنا دائما مع مجلس دارة ان نوقف هذا النزيف اللي قاعد استنزف من طاقات الشباب وليظنون ان خروجهم بهالطريقة هذه وهو خروج مهني انا اتوقف عند هالنقطة هذه اللي انا حاولت اني اقول واللي عنده سؤال اتشرف فيه وفيه شي ما قلنا مستعدين حتى نغطي يعني نعم المخالفة للميثاغ تختلف عن مخالفة المادة 35 اللي هي عن اصول واجبات المهنة لا انا اتكلب على الدعاية بس بالدعاية بس بالدعاية الجزئية الدعاية انا واحد يسوي دعاية على نفسه محامي شلون يوصل مرحلة المخالفة الاحكام العامة حاطلك اياها ان اذا انت الاحكام العامة في الميثاغ ان اي مخالفة هذا يتطبق عليها المادة 35 لكن بعض الزملاء والزميلات مو معترفين حتى بالميثاغ ويقولك انا المادة 35 اللي قاعد اطبقها على مخالفات جسيمة او واجبات المهنة اللي هي فوات مواعد الطعن قصور مهني بينك وبين موكلين اللي هي مخالفات الجسيمة اللي ممكن تي عن طريق مجدس استعديد بنفسه او عن طريق الموكل بشكوى او عن طريق محامي واخر لان الدعاية وترويج مخالفة ذاتية ما فيها طرف اخر طالما انت الحين شفت رقمي بالتلفزيون فبالتالي من اللي حاط رقمي يعني في احد ثاني غيري من اللي راح التلفزيون من اللي قاعد مع المخرج من اللي قاعد مع اوقع تتكلم عن قنوات المرء والمسنوع الخاصة اكثر شي يعني مو تلفزيون فبالتالي المخالفة هذه بسيطة انت اقسمت على المهنة ومدل الاولى تجبورك انك تلتزم فيه المطلوب بس شي بسيط ان المجلس ادارة انه يتوسع في الرقابة فقط مجلس ادارة قاعد يدز انذارات وقاعد يخالف وقاعد يقول حق فلان شير رقمك وقاعد انتظم خالف لكن المودة الزايدة قاعد يعني اتوه الناس انا لما توصلني مخالفات اعتقدوني انا لسلطة انا مجرد يعني شريك مع مجلس الادارة في صياقة هذه الفقرة ما لي اي سلطة في مجلس ادارة ولا لي اي شي يعني انا كاتف صحفي ومحامي ما ليش يقول لكن لما يوصل لي يقول ليش فلان ما خلفوه وليش فلان ما خلفوه ايه محتاج استاذ انت طبعا نائب رئيس الشؤون المهنة بوزيت بس محتاجة الكم مهين يعني لجنة تطبيق احكام الميثاق القديمة كانت متقاعسة وكان رئيسها على هم مخالفات الحين عندنا لجنة يديدة تهو الدورة اليديدة بس مجرد ان يحطون هالملفات هذي كلها اللي اول مرة ينظر اللي اول مرة ينظر اللي ثاني مرة ترى انذرناك ثالث مرة يعني على اقل اذا قبل احالة للتأديب او احالة لمخالفة جسيمة انك تحرمه من بعض الخدمات توقف عنا الشهادة توقف عنا اي شي يسويه بالجمعية وهو حصلت من قبل تعطي بلوك نكتفي بهذا القدر